شهدت محافظة أسوان إطلاق القافلة العلاجية بمنطقة سحارة دمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث استفاد من الكشف والعلاج المجاني 774 من المترددين على القافلة التي شارك فيها عشرة تخصصات مختلفة إضافة لمعملي دم وطفيفليات وأشعة عادية كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرانين المغناطيسية بنستقبل حالات الجراحة وأي حالة محتاجة أي وصفات علاجية بنكتبها لها وبتصرف العلاج بالمجان من الصيدلية التابعة للقافلة وأي حالات محتاجة أي تدخل جراحي بنحولها على المستشفيات مدريد الشؤون الصحية بأسوان